أهلا بكم كشفت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية التابعة لحكومة النظام هاتون الطواشي وجود ازدياد ملحوظ بحالات التنمر والعنف بين الطلاب إلى جانب تسجيل 460 حالة نفسية أكثرها الاكتئاب والقلق الامتحاني سجلت خلال العام الماضي وقالت الطواشي إن أجواء الحرب أدت إلى تغيير في سلوك الطلاب والتربية والأسرة سنتوقف مع تفاصيل هذه المشكلات المدرسية في مناطق النظام ونعود من بعدها للنقاش شجار بالعيارات النارية حادثة طعن تنتهي بمقتل مدير ارتفاع بحالات التنمر والقلق والاكتئاب ناهيك عن وصول معدلات التسرب المدرسي إلى مستويات مرعبة هذا بالفعل ما يحصل في مدارس سورية تحديدا في مناطق سيطرة النظام التي من المفترض أن تكون منشآت تبني أجهل المستقبل وهنا يجدر وضع إشارتي تعجب مديرة الصحة لم تتطرق إلى الأسباب المباشرة لازدياد هذه الظواهر السلبية في المدارس واكتفت بإعادتها لأجواء الحرب التي غيرت في سلوك الطلاب والتربية والأسرة على حد قولها في منتصف العام الماضي حصل في حلب أن أقدم طالب قيل حينئذ أنه ابن أحد المسؤولين على إطلاق النار عاليا على خلفية مشاجرة مع مجموعة من الطلاب بالقرب من ثانوية شمس الأصيل مستخدما مسدس والده ومنذ وقت ليس ببعيد نعت صفحات السوريين مدير مدرسة عبد المعين قطرميز الأستاذ عبد العزيز القاسم في حماه بعد طعنه من قبل أحد الطلاب في الحرم المدرسي سبقتها حادثة طعن مشابهة راح ضحيتها مدير مدرسة سمنة في السلمية على يد ملثم اقتحم المدرسة في أثناء فترة الدوهم كل ما يجري انعكس واقعا وأرقاما حيث كانت المحامية لما حيمور من دمشق أشارت إلى ارتفاع معدل ارتكاب الأطفال للجرائم مرجعة ذلك لأسباب أبرزها الإهمال والأوضاع الاجتماعية وبشكل رئيسي الحاجة التي تدفع البعض إلى ارتكاب الجريمة ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع أحب بضيفي في الاستوديو باسل نميرا مختص نفسي واجتماعي هنا بك معنا في هذه الحلقة بداية سيد باسل كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد ما الذي أدى لوصول هذا السلوك العنفي إلى هذا الحد شقيق أحد الطلاب يعتدي على مدير مدرسة في حمار يرديه قتيلا أكيد عنف مكبوت لفترة طويلة جيل كامل تربى على عنف ولد وتربى على عنف خلال عشر سنوات هذا كل ما يريد أن يصار بالإضافة لا يوجد أساليب تعليم حقيقية في المدارس لا يوجد أساليب لمكافحة العنف والتنمر بين أيدي المسؤولين بالمدارس سواء المدرسين أو حتى المختصين للنفسيين أو المرشدين النفسيين اللي صاروا موجودين لكن وجودهم مثل الإلتوري لأنه لا يملكون الأدوات لا يملكون السلطة لتطبيق أي أدوات علمية فعلا لمكافحة هذا العنف والتنمر الموجود والضغط الموجود عند الطلاب والضغط النفسي الطالب أصبح من كتر العنف الموجود جواته يعني بده أي مشكلة صغيرة لحتى ينفجر وهذا اللي صار بحادثة أقول الطالب اللي أتى المدرس يعني المدرس مهما ساوا ما أنه روح ارتكب فيه جريمة وقتله لا بس لأنه فيه شيء جواته غير مسيطرة عليه طيب من المسؤول الأكبر يعني عدم توجيه داخل المدارس فقط التوجيه داخل المدارس يحل هذه المشكلة أو الأزمة يعني من المفترض جميع الجهات معنية أو الأطراف معنية بذلك يعني طريقة معالجتها من قبل المجتمع أم الأسرة أم الأقارب أم من أكيد الكل مسؤول والكل بيتحمل مسؤولية في العلاج المجتمع الأسرة المدرسة وجودهم كل راتهم كل واحد يقوم بدوره أنه كل واحد بناء شخصية الطفل بناء شخصية طالب المدرسة بيتمر بهذه الثلاث حلقات الأسرة المدرسة والمجتمع إذا ما كان فيه بناء شخصية حقيقية سوية بعيدا ما فيه فجوات نفسية بدور يتحول لهذه المشكلة فالمسؤولية تقع على عاطق الجميع الأسرة بدور يكون فيها أسرة أو الشيء بناءه صحيح بدور يكون وجود الأبوين في حال عدم وجود أحدهم الثاني بدور يقوم بهذه المسؤولية بننتقل للمدرسة سواء المدرسة ولا حتى المرشدين الموجودين الموجهين بس نحن بنعرف أن نظام التعليم من زمان بسوية نظام تعليم للسلطة نظام تعليم أي طالب عنده سلطة ممكن حتى لمدير المدرسة يؤذي للأسف طيب يعني لافت اعتراف مديرية الصحة المدرسية بالانتشار الكثير والملفت لحالات العنف والتنور في المدارس ما الذي يعني لك هذا الاعتراف الاعتراف هذا لأن الحالات زادت عن حدا ما عادت فينهم أن يخبوا هذا الموضوع صارت الناس عم تحكي صارت في جريمة قتل فإش باي بده يعترف صارت الحالات مبالغ فيها كثير فهو اعترف صح لكن شو ساوا من خطوات للحل للأسف ما ساوا لكن كان بده يعترف إجباري لأنه صارت الحالات كثير أعدادة كثير الأرقام اللي ذكرت هي أرقام ليست حتى حقيقية الأعداد هي أكتر بكثير من هيك حالات التنمر حالات العنف هي أكتر من كثير من اللي اعترفوا فيها إذا أردنا طرح ضبط الوضع بشكل جزئي ولو كان كيف يتم معالجة هذه الأمور وكيف يتم البدء بمعالجته البدء بالمعالجته من الأسرة في تربية بدها تكون صحيحة في استعانة إذا الأهل ما نؤدرانين في استعانة بأخصائيين نفسيين موجودين بيحطوا خطة علاجية إذا كان في مشكلة أو بيحطوا خطة لبناء سلوك سوي إذا إذا ما موصلين لمستوى المشكلة أثنين بالمدرسة أي سلوك عنيف مهما كان صغير أي تنمر بين الطلاب بين بعضهم في المرشد النفسي هو مسؤول أنه يقيم أي طالب بداية العام الدراسي يساوي تقييم نفسي ويتابع كل الحالات حتى لو كانت هناك حالات متفاقبة؟ حتى لو كانت حالة واصلة لأعلى الدرجات تعالج تتبع أسلوب علمي صح أسلوب نفسي صح بيتعالج بيكون مشرف عليها شخص مختص يمتلك الأدوات ويمتلك السلطة مش أنه هو بيمتلك الأدوات لكن ما مسمح له أنه يحكي مع طالب أو يععد بجلسة نفسية مع طالب لأن هذا الطالب جاي واسطة من أحدهم طيب السنوات العشر الأخيرة كيف أثرت على سلوك الجميع الأطفال أولا طبعا السنوات العشر الأخيرة ما حدث فيها الحرب اللي حدثت أكيده العنف مناظر الدم كل عياتها هاي صارت موجودة كصورة زهنية عند الجميع الأطفال أكتر تأثير لأنه شخصيتهم إسا ما نضجت لما ما بتنضج الشخصية بيتأثر فبالتالي بدي يساوي ردة فعله هو قدامه صورة كلها دم وعنف وقتل وضرب وانفجارات شلون بيفرغها لما شخصيته ما بتكون مكتملة بفرغها إما بزميله بيصير بشكل لاوعي باللاوعي بيضرب زميله لأي خطأ بيتكبر زميله باللاوعي بيضرب أخوه بالبيت بيتنمر على أي حد بيصير هو شخصية عنيفة أو بيتحول لشخصية النمط الثاني اللي هو بيدخل بنمط الاكتئاب وما يرافقه من القصص طيب وزارة التربية ما دور وزارة التربية من كل ما يحدث داخل المدارس في ضبط هذا الموضوع للأسف وزارة التربية ما عم تقدم حلول مع أن الحلول هي بييدها كيف يعني؟ المرشدين النفسيين اللي عم يتخرجوا كل سنة من كليات الإرشادة النفسي توزيعهم على المدارس بشكل صحيح أعطاهم أدوات علمية يطبقوها بشكل صحيح كثير بتساعد بحل المشكل أدوات كاملة بييدها فيه كوادر بشرية كثير رائعة موجودين لكن توزيعهم على المدارس بشكل صحيح وإعطاهم صاحيات كاملة تطبيق برامج علمية هم يمتلكوا ومتدربين عليها بشكل كثير قوي هاي بييد وزارة التربية طيب مصطلح التنمر الذي يعني مؤخرا بدأ ينتشر بكثرة كان في السابق غير موجود ولا نسمع به الآن منتشر وبكثرة داخل المدارس تحديدا لو تعرف لنا هذا المصطلح أكثر التنمر هو اعتداء ولماذا انتشر؟ تمام هو اعتداء سلوكي شخص عم يعتدي على شخص أضعف منه شخص يمتلك القوة يمتلك السلطة عم يعتدي على شخص ضعيف وعم تصير بطلاب المدارس كتير لأنه نحن المجتمع السوري هلأ بالفترة الأخيرة صار في عنا طبقتين طبقة تمتلك القوة والسلطة والطبقة الضعيفة فهذا خلى حتى جهوات المدارس هذا الشيء موجود فهذا خلى بالإضافة للنظام التعليمي الحكياني عنه اللي ساعد على هذا الموضوع خلى ينتشر عنف جهوات المدارس والتنمر جهوات المدارس طيب يعني بحسب تصورك لما يحصل من هذا التنمر والعنف الذي نشاهده الآن يعني مستقبلا ما المتوقع من وراء ذلك الحقيقة إذا لم نتم معالجته بشكل علمي ومدروس نحن متجين نحو كارثة بدأت بقصة قتل أخو تلميذ لأحد المدارسين بس من تجين لتتكره هذه الحادثة كتير من تجين لكوارث أكبر من تجين لأسف لحتى يصير في عنف داخل المدارس إذا لم تتم معالجته لأن الجيل داخله عنف شديد داخله شخصية ضعيفة مضطربة ما عم تتحالج فنحن من تجين للأسف برجع بقول نحو كارثة طيب سيد باسة حضرتك بختص نفسي واجتماعي أرضا وتعطينا نصائح عملية على الواقع يعني على أرض الواقع كيف يتم إلى الأهالي يعني نصائح للأهالي تمام أول شيء بدنا نساوي تقييم لحالة الطفل أكثر إيام التقييم هنا الأهل بيساوه بشكل كتير بسيط أنه نحوض نسمع أبنا نشوف شو داخله شو عم بيفكر أو إذا أعطاه وقت أو إذا ما نحن نستعين بأقرب بختص نفسي بيساوي التقييم بيشوف المرحلة لين واصلة بيشوف شخصية الطفل شو بده من الشوف هو شوف اهتماماته لأنه لما نحن نعطيه أدوات هو بهتنفية كمان هذا بيخفف العنف لجواته طيب هل يوجد هناك مؤشرات معينة للطفل تدل على أنه يمتلك هذا الميول العنفي؟ أكيد أبسط مؤشر الموبايل بإيد الجميع لما نشوفه فاتح الموبايل وعم يتفرج على مناظر العنف أو حتى ملعب بهذه الألعاب الكتونية اللي هي كلها هذا عنف هذا إما حيبنينا شخص عنيف أو هو دليل أنه هو أصبح لعنف جواته هذا أبسط دليل يعني ما يتابعه الطفل على الانترنت على وسط التواصل ما يتدل على شخص تمام وكل الأطفال وكل طلاب ما دائس بإيده الموبايلات وعم يتابعه فهي بدل دليل أول ومؤشر يجب متابعته والسهانة فيه طيب كيف يمكن توجيه الطفل في هذه الحالة فالنفطة لتبدأ يعني مراقبة أو متابعة هكذا أنواع من العنف نفسها على الموبايل نرجعه نحو القنوات فيه حتى على الموبايل نفسه وما حنحرمه منه نرجعه نحو الأشياء الخارجية نحنف التي لا فيها عنف فيه برامج تربوية على الموبايل نفسها نرجعه نحو الأنشطة الخارجية اللي ما فيها عنف رغم كل الظروف الصعبة اللعب بحديقة البيت بالكرة الصغيرة هو تفريغ للعنف هو مشان نباحده عن أي وسيلة يتابعها على العنف سواء عن طريق الموبايل أو حتى عن طريق للأسف كمان التلفزيونات والمسلسلات صار فيها مشاهد عنف وقتل فريدنا نباحد الطفل أو طالب بالمدلس لأنه صار شباب وصبايا كمان نباعدهم عن هذه المناظر وننزلهم نحو الواقع نباعدهم عن الموبايل أو بالموبايل نعطيهم أشياء تخفف من هي العنف برامج ترواوية موجودة فيه برامج تعليمية صارت كلها موجودة فيه تطبيقات كثير من تشرع هل ارتفاع نسبة الجريمة في الوسط السوري بشكل عام أدى لخلق بيئة غير مواتية داخل المدارس سلوك العنفي للطلاب داخل المدارس أكيد بدي يتأثر بالنهاية طالب المدرس هو كائم من المجتمع لما بيسمع لما بيشوف لما بيسمع أنه فلان قتل فلان فلان ضرب فلان فلان اعتدع فلانة هذا كل ياته عم بيدخل باللاوعي تبعيته فالبيئة العامة لما بتكون هي بيئة حاضنة للعنف كل الأفراد حيتأثروا مهما كان عمرون مهما كان عمرون حيتأثروا كل ما كان الشخص أصغر ببتالي شخصيته أصغر ما اكتملت أكتر هذا بيتأثر أكتر وهل يتم معالجتهم بشكل أسرع يعني الأصغر يعني حضرتك تحدثت عن أنه العمر له يعني دلالي على هذا أكيد طيب ومعالجته حتى وإن كان أصغر أسهل أم أصعب أكيد لا لما بيكون أصغر أسهل لما نحن من البداية من الحق الموضوع بيكون أصغر عمره ما بيكون متراكم معه لا المشاهد العنفية طيب في حال كان العمر أكبر كله يمكن مهالجته لكن لما بيكون تقييم صح وين واصل الحالة وبيتم تطبيق برنامج علمي صح بيتم مهالجته طيب الاكتئاب هل الاكتئاب ممكن أنه يودي أيضا لهذه الحالات حالات عنف مثلا الاكتئاب لوحده أنه شخص مكتئب يمارس عنف لا بده يكون معه ظروف تانية بده يكون ظروف تهيئ مثل أنه هو مكتئب وشايف كثير متراكم عليه حالات عنف بلحظة بيساوي ردة فعل مثل شو يعني ردة الفعل ردة فعل ضرب أي شخص جنبه ممكن حتى يعتدي على أخوات المغردين معه بالبيت على والده ووالدته يعني الاكتئاب ممكن أنه يؤدي لهذا ممكن مع تراجع ظروف أخرى مثل شو مثل أنه هو شخص مكتئب وعطول عايش ببيئة في عنف بالبيت مثلا عم بيشوف والده ووالدته عطول عم يتقاتلوا ووالده عم يضرب والدته بشكل متكرر هو من زوي لحاله قاعد بحالة الاكتئاب بلحظة هو اللي بينفجر وبيضرب أي حدي حوالي لذلك العنف المنزلي كمان اللي موجود للأسف وصار منتشر بكسة هذا بيؤدي أنه مصنع الطفل عنيف توجيه الأهل للأطفال يولد أكيد عم بيشوف مشهد العنف عم بيشوف والده عم يعتدي على والدته بشكل متكرر فهو عم بيشوف هذا المشهد حتى أيضا هناك توجيه الأهل لأطفالهم بطريقة بطريقة تعنيف تمام تمام أي حدا بيضربك ضربه هذا مصطلح للأسف بيبني شخصية عنيفة طب شو النصائح في هذه الحالة هناك أطفال يضربون ولا يستطيعون أن يدافع نفسهم في هذه الحالة كيف يتم التعامل مع هذا الطفل يضرب بالمدرسة مفروض يتوجه للشخص المسؤول للموجه للأستاذ للموديل للشخص المسؤول ويتم حل القضية دون اللجوء للعنف لأنه إذا اللي ضربني بدي أضربه فأنا ولد سلسلة عنف بدل ما يكون شخص شخص واحد يمارس العنف صار عندي شخصين وتولد تالي سلسلة طيب القلق الآن هناك حديث عن أن القلق قبل الامتحان من الممكن أن يؤدي إلى أيضا حالات كثيرة وصعبة تعريف القلق قبل الامتحان القلق قبل الامتحان ممكن يؤدي للعنف ممكن يؤدي أن يدخل الإنسان بعزلة ممكن يؤدي أن يفقض شوي من المهارات اللي عنده لكن أنه أنا الآن قبل الامتحان تصير شخص عنيف لا بالعقص الألق تحديدا قبل الامتحان بيؤدي أني بصير عندي هدوء كتير فبالتالي ممكن أدخل بعزلة وادخل بشيء تاني نعم طيب قبل الختام نصيحة للأهن في هذه الحالات حالات العنف المتكررة والمستمرة الآن كتير ننتبه على أصغر مؤشر عند ابننا تجاه العنف إذا ابننا حاسينه متوتر أجاه عم يحكي بالمدرسة إنه فلان ضرب فلان فلان ضرب فلان هذا مؤشر كثير ننتبه عليها إذا هو عم يكون ضمن بيئة لخارج المدرسة مثلا عم ينزل لعب ويلعبوا هاي الألعاب اللي كلها ضربوا عنف ويجا لقينا تياه ومشاشات عم نلعب لا حتى هاي الألعاب اللي فيها عنف هاي مؤشر خطير ولازم ابعدوا عنها نعم شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو باسل نمر مختص نفسي واجتماعي أشكرك جزيلا لماذا ارتكب سوري هولندا 128 جريمة متعلقة بالشرف عام 2022 هذا ما سننقشه في ملفنا التالي